اتبعت له رسالة غريبة جدا بيتقال فيها نعتذر ابقى في الفضاء لا يمكننا اعادتك الى الارض الدولة التي ارسلتك لم تعود موجودة ايه حكاية الرسالة دي واتبعتت لمن؟ هحكي لك في سنة 1991 سارجي كريكاليف رائد فضاء ومهندس ميكانيكا سافر للفضاء بعد قرار من الاتحاد السوفيتي في مهمة وطنية وهي إصلاح المحطة ودراسة حركة الارض بشكل كامل لمدة 5 شهور كانت مهمته على بعد 350 كم من الارض في محطة في الفضاء اسمها مار واللي كانت من اكبر واهم المحطات في الفضاء ساعدة ورح فعلا وخلص مهمته وكان على اتم الاستعداد انه يرجع بس حظه كان اسوأ من حظه اي حد في العالم بدأ يتفكك الاتحاد السوفيتي وطلبوا منه انه يقعد مدة اضافية وطبعا حالته ما كانتش احسن حاجة لكن كان عنده امل ان المشاكل دي هتتحلوا واكيد يعني هيرجعوه بس اللي حصل بعد كده ان الاتحاد السوفيتي انهار وكانت الميزانية كبيرة جدا المطلوبة علشان يرجعوه فاتبعت له رسالة قالوله نعتذر ابقى في الفضاء لا يمكننا اعادتك الى الارض الدولة التي ارسلتك لم تعد موجودة واتنسل مدة شهور وما كانش عارف يكلم مين ولا يعمل ايه وتعرض كريكاليف لمشاكل كتير في الفضاء منها مرض ضمور العضلات والتعرض للاشاع اللي كان ممكن يعرضه للاصابة بالسرطان وضعف كمان جهاز المناعة ده غير ان حالته النفسية بقت صعبة جدا كريكاليف كان قدامه قرار مصير انه يرجع عن طريق كابسولة الكابسولة دي كانت معمولة عشان التوارد بس لو استخدم الكابسولة كانت هتدمر المحطة بالكامل فقرر انه يفضل مكانه وبدأ فعلا يتأقلم باي وسيلة ممكنة على امل انه يحصل حاجة جديدة قضية كريكاليف العالم كله هتم بيه لكن ما كانش فيه اي نتيجة وبعد شهور اعلنت المانيا انها هتبعت رائد فضاء تاني لنفس المحطة وهيرجعه كريكاليف وهتدفع 24 مليون دولار وفعلا ده حصل يوم 25 مارس 1992 استقبل العالم اخر مواطن سوفيتي راجع وهو لابس بدلة الاتحاد السوفيتي اللي خلاص ما بقاش لها وجود حالته الصحية كانت متدهورة جدا وكان باين عليه وهو نازل من الطيارة مش قادر يتحرم 311 يوم عاشهم كريكاليف مع نفسه مر بقى وقات صعبة جدا على اي شخص انه يتحملها او يستوعبها على الرغم من كده كان مقدر موقف بلده وما فكرش خالص انها تخلت عنه مثلا كان شايف الموضوع بطريقة تانية تفتكروا عمل ايه بعد ما رجع لكوكب الارض؟ بعد سنتين بس مضى مع وكالة ناسا اللي ارسلته للفضاء مرة تانية وعلى فكرة كريكاليف لسه عايش لحد النهاردة هل كان مفروض سارجي يستخدم الكابسولة وينقذ نفسه؟ ولا القرار اللي اخده كان صح؟ قولي في القامة